موسيقى على الرغم من الثغرة التي تظهر جالية في أن بعض الإعلاميين لا يدركون حقوقهم في إطار الحق في الحصول على المعلومات والإطار القانوني المنظم لها والمطبقي في أكثر من ثمانين دولة منذ التسعينيات جاءت الوشة التدريبية والتي نظمها تلفزيون وطن بالشراكة مع مركز جينيف للديمقراطية والرقابة على القوات المسلحة ديكاف حول دور الإعلام في تعزيز السلم الأهلي ومنع الجريمة لقد صممنا هذا البرنامج التدريبي وننفذه نحن في وطن بالتعامل مع مركز جينيف لتطوير القطاع الأمني وزيادة القانون من أجل الوصول إلى أقصى حد ممكن من دعم وتعزيز دور إعلام في تعزيز السلم أهلي ومنع الجريمة هذا موضوع وتدريب هام جدا ونادر وفرصة لا تتكرر كثيرا للصحفيين لدينا 17 صحافيا من جميع أنحاء الضفة الغربية منهم 8 صحافيات سيتدربون لمدة 18 ساعة تدريبية خلال 3 أيام على يد مجموعة تدريبية محلية ودولية لدي بعض الإعلاميين الفلسطينيين عدم معرفة ودعفة بعض المبادئ مثل مثلا مبدأ الحك في الحصول على المعلومات ما هو حك الحصول للمعلومات الإعلامي الفلسطيني يريد أن يحصل على بعض المعلومات مرتبطة في السلم الأهلي والقتال الأمني بشكل عام وعبر الجلسات الثانية التعمق في مبادئ سلم الأهلي والسيادة القانون وأيضا تدريب الإعلاميين على الإطار القانوني لعمل الصحفي في فلسطين الورشة خلصت إلى أنه لا بد من إشاء قانون فلسطيني معاصر للحق في الحصول على المعلومة في ظل عدم وجود مسودة قانون في حين لا يمكن تجاهل وجود بعض المواد في القانون التي تكفل لهم الحق والحماية الوصول للمعلومة يجب أن يكون متاحا لكل مواطن ولكل شخص ليس الموضوع مقتصرا على الأمن أو حتى المجالس الحكومية أو الأمنية بصراحة معنية جدا بتعزيز المواطن الصحيحة هذا وتتطلع الدورة التي تستمر على مدار ثلاثة أيام إلى تعزيز السلم الأهلي والمواطنة الصالحة لما تقوم به من تقليل للجريمة بمشاركة 17 صحفيا من محافظات الضفة ميزيادة لتلفزيون وطن